اكد سموشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات والهيئات والاتحادات الرياضية بما يخدم مسيرة الرياضة البحرينية جاء ذلك لدى استقبال سموه رئيس الاتحاد الألماني لكرة السلة وأمين الصندوق والاتحاد الدولي لكرة السلة السيد أنغو فيس والرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد الدولي السيد باتريك ماريلر بحضور سموشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسموشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وسعادت السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادت الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة ورحب سموشيخ خالد بن حمد الخليفة بوفد الاتحاد الدولي لكرة السلة منوها سموه بالدور الهام الذي يطلع به الاتحاد الدولي في نشر وتطوير لعبة كرة السلة بمختلف دول العالم مشيدا سموه بما وصلت إليه اللعبة من شعبية واسعة وما حققه الاتحاد الدولي من نجاحات ومكتسبات هامة وبحث سموه مع وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير كرة السلة البحرينية إلى المزيد من التقدم معربا سموه عن تطلعه لتنظيم العديد من البرامج والمشاريع المشتركة التي تخدم اللعبة وتعزز من مكانة مملكة البحرين التي تعتبر جزءا من الاتحاد الدولي للعبة متمن ينسموه للوفدة التوفيق والنجاح